نروح بقى لأخبارنا أخبار النادي الآلي الفريق طبعا بيواصل تدريباته النهاردة بعد الفوز الحقاقه الفريق مبارح على أمبي بسلسية رائعة بصراحة الفريق ظهر بشكل أكثر من رائع شكل مختلف شوية من الأداء هنقول طبعا أكيد أن المسلماني يعني الرجل ما عنده عصة صحرية زي ما بيقول لكن واضح جدا من أداء النادي الآلي وخاصة في الشوت الأولاني يعني بنلعب كورة شكلها حلو كورة جميلة انتشار على مستوى عالي جدا كمان كان واضح جدا أن فيه حاجة قالت يعني فيه تدريبات اتعاملت قبل المباراة اللعيبة بتحاول تنفذ هذه التدريبات بشكل مباشر تدريبات تكتيكية على مستوى تكتيك انتشار في الملعب بشكل كويس فيه كمان فوز 3-0 على أمبي يعني وكان ممكن النتيجة تضاعف لكن أكيد كل يعني حتى الحالة الفنية للنادي الآلي والشكل الفني أكيد هنتكلم معي بالتفصيل مع ديوفنا لكن الفريق طبعا خاضي النهاردة مرأة مهمة جدا بيحرس تاني مسماني خلال المرأة النهاردة على التركيز على تدريبات الكورة أكيد الجهاز الفني بقياد مسماني عمل تأسيمة تأسيمة قوية منتصف الملعب بينفذ برضو من خلالها أفكاره الفنية والخططية طبعا استعدادا لمباراة يوم الحد أمام بيرميز بإذن الله لسه نكمل مع حضراتكم أخبار النادي الأهلي الجهاز الفني للأهلي النهاردة بيقرر منح اللعيبة راحة بكرة هيستقنف إن شاء الله مرانه يوم السبت بعد بكرة بإذن الله بيستعد طبعا لمواجهة بيرميز ده كل دي محاولات من الجهاز الفني أنه يخفف الضغوطات على اللعيبة وأيضا أنه ما يتعرضش أي لاعب للإرهاق أو أي إصابة لقدر الله خاصة وأنه الأهلي زي ما معارفين أو قولنا مقبل على لقاء مهم جدا قدام الوداد